بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنيات لوزيرة الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين والذي يوفق يوم الخامس والعشرين من يناير وبهذه المناسبة التاريخية عرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزيرة الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقرارها متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار